سلام عليكم. انا بيكون في مومي فود. النهاردة ان شاء الله هم خلل مع بعض اللفت بطريقة طحفة وجميلة جدا. وحيكون كل حبايات اللفت بتقرش لاخر حباية. في سر مهم جدا. ان شاء الله هم ديفهم مع بعض. لخلل اللفت عشان يطلع بيقرش لاخر حباية. يلا بينا مع بعض عشان نتعرف على الاهم اسرار النجاح التخليل وخاصة اللفت. مش هيكون في غازات نهائي برضو باضافة هتبقى في منتهى الجمال. اتعرفها معي. في اسرار كتير جدا. هنعرفها خلال الفيديو. اللي بينا مع بعض على المقدير وطريقة التحذير. والليفت ملي الاسواة واسعاره بسيطة جدا جدا. فمتناول اي حد ان هو يجيبها. بتبقى لصيفة جدا جدا. يلا بينا مع بعض على التحذير. النهاردة بازن الله يبقى معينا سمرة اللفت مبدئين قبل ما ابدأ ان انا اخلي اللفت. وانا باشتريه في حاجة مهمة جدا اتعرف عليها اسناء شراء اللفت. وهو ان انا بمسك السمرة بتاعت اللفت بتاعتي. وبحاول اشوها لو هي تقيلة هي دي السمرة الممتاز اللي انا باخدها. لو خفيفة ما بحاولش اخدها خالص. ليه? لان السمرة التقيلة ما بتكونش شايخة ولا فيها فراغات هوى. من جوة بتخليها خفيفة. عشان كده السمرة التقيلة بتبقى افضل. وبجيب اللفت وبخسره تحت مياه جارية ويفضل يكون معايا كمان آآ فرشة خضار. وبشيل الجزور الموجودة فيه. لان احنا عارفين اللفت آآ من السمار الجزرية. بتبقى موجودة في التربة. علشان كده بنضافه كويس جدا بفرشة وبمية وبصابون. وبخشيل كل الاتربة الموجودة في الجزور بتاعته. وبنضافه. اللي حابب ان هو يستخدم العرش بتاعته في التخليل يستخدمه. اللي مش حابب بيقدر ان هو يستخدم عن العرش. دي طبع يعني الاستخدام الشخصي. تمام? آآ كمان حاب بقول ان اللفت بعد ما بخسله كويس جدا. ببدأ ان انا بقطعه باستكينة عادية او باستكينة التخليل اللي تكون مش هرشرة. برضو الشكل بيرجع لحضرتك. والزدوء الشخصي. وببدأ ان انا قطع التقطيع بقى لحضرتك حبها حبها كريهات حبها صوابع آآ دواير. الحاجة دي بترجع لحضرتك. وبس اهم حاجة هنا بقطع بتكون بقطعة ميحملة يعني بتكون شرفية عشان تستحمل معي الملح اللي احطه لها ومدة التخليل. لان كمان صمرة اللفت بتكون ضعيفة يعني مش مستحملة ان انا اقطعها رفاقية زيادة عن اللزوم. تمام? ببدأ بقى قطع القطع بتاعتي. وفي تركة مهمة جدا. هنقولها مع بعض حالا. بعد ما بقطع اللفت بتاعي بحاول تكون القطعة زي ما حدتك شايفة كده محملة. وفي اضافة مهمة جدا. بضيفة على اللفت عشان يفضل يقرش لاخر حباية. آآ وكمان ببيكونش في غازات خالص. آآ دلوقتي بحط مع حضرتك نصف معلقة من الملح لكل كيلو من اللفت. نصف معلقة من الملح. على اللفت من غير ما حطت له مياه نهائي ولا اي حاجة. نصف معلقة دي بتسحب لي كل الغازات واستويل الموجودة جوه اللفت اللي بتكون لها ريحة نفازة. بخليها تخرج من اللفت عن طريق اضافة نصف معلقة من الملح. بس سيبه في حدود نص ساعة او اكتر بس ما فضلش يكون اكتر من كده يعني عشان متغيرش معايا لون اللفت. وبس سيبه النصف الساعة دي لغاية ما تسحب كل الغازات والمواد استيلة الموجودة جوه صمرة اللفت. وبتخرج بعيد عنها. وبعد كده بابدأ اتعامل مع اللفت بشكل طبيعي جدا للتخليل. التركة دي مهمة جدا علشان اريح القولون ما بيكونش فيها غازات نهائي صمرة اللفت بعد كده في التخليل. علشان كده قلت لحضرتك ده سير مهم جدا من اسرار تخليل اللفت. وبعد النص ساعة بابدأ ااخد كمية اللفت اللي انا رشيت عليها الملح بلاقي ان هي بدأت تعرق معي علشان المية اللي فيها خرجت منها. ولو نراحز يريد تكون البولة واضحة قدام حضرتك في كمية من المية اتسحبت وموجودة في قاعدة البولة. فحبدأ ااخد اللفت بتاعي. واشطفه تحت مية جارية علشان استغنى عن كل الغازات اللي خرجت وكل المية اللي خرجت بتحملها بالغازات وبالطعم وريحة النفاذة. وابدأ ان انا استغنى عنها نهائي. وابدأ ان انا اتعامل مع اللفت على اساس ان انا هملحه وانا واسقة ان هو زي الفل مش هعمل لي غازات ولا اي قلق في القولون خالص ولا في رائحة نفاذة بالمرة. تمام? التركة دي مهمة جدا زي ما قلت لحضرتك. كمان في اضافة مهمة جدا هدفها باذن الله اللفت مع حضرتك. هتخلي اللفت يقرش لاخر حباية. تابع معي علشان هتلاقي فيه اسرار مهمة جدا لنجاح التخليل معي النهاردة. واحدة واحدة كده مع بعضة هنتعرف على حاجات مهمة جدا باذن الله تعجيبك جدا وحتفضل معيك التخليل بتاع اللفت الاطول مدة ممكنة. هبدأ اياخد المية بتاعتي الموجودة في البولة دي معي كبيتين من كبيات المعيارية من المية العادية خالص بكون غالياها وامبرضوها وبنزل عليها بنص معلقة كبيرة من الهريسة الفلفل الحرة. وممكن تستغني عنها وتستغني مبدالها شطة وممكن تستغني عنها وتستغني مبدالها فلفل مهروس اغدر الهريسة الخضرة كنت عملتها قبل كرة مع حضراتكم هسيب لكم في لينك اللينك بتاعها فيه صندوق الوسط بتاع تجهيز الهريسة الحارة والخضرة والحامرة. تمام? كمان ممكن تستغني عن الهريسة وتستغني عن الشطة وتقدر تستخدمي الفلفل الحار شرايح تقطعيه زي ما حدرتك حابة. حابة اقول ان الكل الكبين وكبيات المعيارية من المية بحط لها معلقة كبيرة من الملح. اهو بتكون معلقة هرمية. وببدأ ان انا اقلب. معي هنا كباتين حطيت معلقتين كبار من الملح. تمام بقلب كويس جدا لغاية ما دوب الملح في المية بتاعة التخليل بتاعتي. بقى لغاية دلوقت معنا المادة الحافزة عبارة عن ايه? عبارة عن الملح وكمان الهريسة بتاعة الشطة. معي كده مادتين حافزتين للتخليل بتاعي. والتركة المهمة هي نص معلقة صغيرة من السكر. دي اللي بتدي القرشة للتخليل بتاعي. الاخر قطعة فيه بيبطل يقرش وبيبقى طحفة وجميل جدا جدا. الفيديو النهاردة ده سلم وكله معلومات مهمة جدا في التخليل عشان تنجحي في تخليل اللفت. تمام? حب ده بقى اخد اللفت بتاعي. بعد ما بشطفه كويس جدا تحت مية جارية وبتخلص من كل المية اللي نزلت منه اللي محملة بالغازات والريحة النفازة باستغنى عنها تماما عشان يفضل المخلل بتاعي. لاخر حبايا مفوش ريحة نفازة خالص. وحب ده انزل بي اللفت بتاعي آآ في جوة البطرمان. ده اللفت بعد ما شطفته ومية جارية حب ده انزل بيبقى في البطرمان بتاع التخليل. البطرمان ده بكون معاكمة وباي طريقة من طرق التعكيم والبطرمان بتاعي النهاردة ازاز. وقبل كده اكلمت عن طرق التعكيم في تخليل الزتون. حبقى سيب لكم برضو لينك التخليل بتاع الزتون علشان تعرفوا طرق التعكيم والبطرمان الازاز له طرق تعكيم والبطرمان او البلاستيك بيقاله طرق تعكيم مختلفة تماما. حبدا انزل بتاعي بقطع اللفت هحطها جوة البطرمان الازاز. واحدة واحدة كده لغاية ما خلصت الكمية كلها. علشان هقدر انزل بي المحلول الملحي اللي انا مجاهزة للتخليل. بتاع اللفت. وبحاول وانا بنزل بالليفت جوة البطرمان بضغط على الحبيات علشان خاطر ما يكونش في فراغات كتير جدا جوة البطرمان. وبالتالي ابدأ استخدم كمية كبيرة من اللفت جوة البطرمان. ما خليش البطرمان كله فراغاته معظمه يكون مادة سيلة. لأ خالص باستغل البطرمان بتاعي احسن استغلال. واحدة واحدة كده بابدأ ارس اللفت بتاعي. وعلى فكرة انا ما باستخدمش في تخليل اللفت البنجر او الشمندر لان اللفت بتاعي لونه ارجواني وجميل جدا مش محتاج ان انا اضيف له لون تاني خالص. بحب ان انا يكون اللفت بتاعي آآ طبيعي من غير اضافات آآ آآ تانية لتلوينه. هو بيلون نفسه بنفسه. واللون جميل جدا وبعد ما يستوي. هتشوفوه ان شاء الله حبقى اورهولكو بازن الله بعد ما يستوي في اي فيديو من فيديوهاتنا الجاية بازن الله. وحبقى بقى انزل بالكمية السوائل اللي عندي او المحلول الملحي بتاعي حبقى انزل به على اللفت بتاعي. وانا بنزل بالمحلول الملحي بحط اضافة مهمة جدا وهي معلقتين من الخل حضرينكم شفتوني بحطهم دول معلقتين كبار من الخل. برضو دي مادة حفزة تالتة اللفت بتاعي علشان يكون متماسك وما يتهريش بسرعة. وعلى فكرة كمية الملح المناسبة برضو بتخلي اللفت يكون متماسك وما يتهريش بسرعة. ومعي اضافة مهمة جدا وهي نص معلقة صغيرة من التوم المهروس. التوم ده كنا عملناه مع بعض وفرزناه وده برضو بيساعد عن ان طعم اللفت بيقى تحفى. هبدأ بقى بعد ما خلصت المحلول الملحي بتاعي. وتفطع على الفلفل على اللفت. ببدأ ان انا انزل بشبكة التخليل. الشبكة دي بتكون موجودة في البطرمانات بتاعت التخليل الجاهزة. ببدأ انزل بيها وبغطي بيها على اللفت وفايدتا نية بتضغط على اللفت علشان كله يكون موجود في المحلول الملحي ما يكونش فيه اي حبيات خارجة عنها. علشان كله ياخد نفس السوى. وعلى فكرة ان محلول الملحي ببحاولش ان انا اخليه لاخر البطرمان. لا بخليه بحدود نص طنطي بس فاضي. علشان لسه في سوايل الموجودة جوه اللفت تتسحب منه وتزود لكمية السوايل الموجودة في البطرمان. علشان ما تفدش مني وتنزل برا البطرمان. فابدأ بانزل بستريتش راب فوق شبكة التخليل. ويبقى لفها كويس جدا على فوقات البطرمان. علشان هتأكد ان ما فيش اي هوا حيدخل للتخليل بتاعي. وبخليها محكم عليه. وبعدين بنزل بغطى البطرمان وبقى فيه كويس جدا. وبتأكد ان الغطى محكم على البطرمان ودي اهم حاجة في عملية التخليل. اتأكد من الغطى المحكم. وتأكد من ان انا ما فيش اي جزء ممكن يدخله منه الهوا. لان لو دخل هوا طبعا التخليل بتاعي ما بيقاش لطيف وبيبوز بسرعة. بقى معي اجمل مخل اللفت فهبدأ بقى ان انا حطه في مكان بعيد عن اي حاجة دافية في المطبخ بتاعي او في دولاب المطبخ. وبقى ان انا استنى مر على التخليل قدي عشان اقدر ان انا استخدمه. لو احنا في فصل الشتاء والجو برد. يبقى في حدود مسلا خمس ايام او اسبوع بكتير. لكن لو في الجو الحار يبقى في حدود اربع ايام. وببدأ ان انا اكل من اللفت بتاعي. ويعني يفضل ان انا استنى عليه اسبوع علشان يكون طعمه حلو يكون كله استوى واخد نفس درجة استوى. بعد ما بيستوي اللفت بتاعي وببدأ اسحب منه اكيد باسحب معلقة نظيفة. وباخد ما مش برجع اي كمية من اللفت اللي فضلت معي بعد الاستخدام ارجعها في نفس البترامون اللي بيحطها في بترامون تاني عشان ما تبوازيش الكمية اللي فضله. وبعد ما ببدأ اسحب من البترامون. يفضل هنا احتفظ به في التلاجة علشان